بعد نزول اسعار الفايدة على الشهادات في ناس كتير ابتدت تتجه للسنديق الاستثمار النهاردة هنتكلم على اهم السنديق اللي كانت موجودة في خلال سنة 2020 وايه العمولات بتاعتها وازاي نقدر نتابع الاداء بتاعها فيلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم اهلا ونسهلا بيكم في حلقة جديدة من الحلقات المصرف سنديق الاستثمار من الحاجات اللي ممكن تجيب لحضرتك عائد كويس جدا في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي خصوصا بعد نزول اسعار الفايدة على الشهادات وفي ناس كتير ابتدت تتجه للموضوع بتاع سنديق الاستثمار وفي ناس حابة تفهم اكتر قبل ما تاخد الخطوة دي هنشرح ببساطة سنديق الاستثمار عبارة عن ايه ولو حضرتك حابب تعرف تفاصيل اكتر هسيب لحضرتك الحالات اللي تكلمنا عنها وهتلاقيها في علامة الايفون لو حضرتك حابب تفتح مشروع ومعك مبلغ بسيط هتفتح بيه المشروع ده والمشروع نجح هيجي لك ارباح بسيطة بناء على رأس المال اللي حضرتك استثمارته غير طبعا لو حضرتك وعشر افراد تانين اتجمعتوا مع بعض وجمعتوا رأس المال بتاعكوا واستثمارتوه في مشروع واحد طبعا نسبة الارباح هتبقى اعلى لان رأس المال بتاع حضرتك وبتاع الافراد التانين كبر ده ببساطة الفكرة اللي بتقوم عليها سندية الاستثمار ان مجموعة كبيرة من الناس بتحط اموالها في الصندوق ومدير الصندوق بيقوم باستثمار الاموال دي بكفاءة علشان عنده مبلغ محترم بيقدر ان هو يديره فبالتالي بيعرف يعمل تعظيم للعائد بتاع الصندوق وزي ما اتكلمنا قبل كده على انواع السنديق بالتفاصيل خلينا نقولها بسرعة دلوقتي قبل ما نتكلم النوع الاول اللي هو عالي المخاطر وده بيستثمر في الاسهم وده بتبقى نسبة المخاطر فيه عالية والعائد بتاعه ممكن يبقى عالي جدا وممكن في نفس الوقت يخسر الجامل وفي السنديق المتوسطة المخاطر وده بتبقى سنديق متوازنة عبارة عن مجموعة من الاسهم ومجموعة من السندات والعائد عليها بيبقى متوسط اقل من اللي مخاطرها عليها نيجي للنوع الاخير واللي هي منخفضة المخاطر وده بتبقى سنديق الدخل الثابت والسنديق النقدية وده المخاطر فيها بتبقى منخفضة جدا وتكاد تكون معدومة والعائد برضو بتاعها بيبقى كويس قوي نتكلم النهاردة عن اهم السنديق اللي كانت موجودة في سوق المصري خلال 2020 وايه العوائد بتاعتهم من الاقل للأعلى والعملات اللي بتبقى موجودة على السندوق ده وازاي تقدر تتابع الاداء اول سندوق هنتكلم عنه هو سندوق يوم بيوم في بنك مصر والاداء بتاعه في سنة 2020 كان حوالي تسعة وسبعة من عشرة في المية بس للأسف السندوق غير متاح حاليا للاكتاب او ان حضرتك تشتري وطاق جديدة فيه نيجي للسندوق الرابع في البنك الاهلي وده سندوق نادي والعائد بتاعه بيبقى يومي تراكمي دوري عمل في سنة 2020 حوالي عشرة وسبعة وثمانين من مية في المية وسعر الوثيقة فيه حوالي 273.5 سندوق ده مفيش اي عمولات على الشراء او الاسترداد وحضرك ممكن تتابع عداء السندوق عن طريق الموقع الالكتروني او الاتصال بخدمة العمل نيجي للسندوق مصر النقدي من البنك الاهلي الكويتي والعائد عليه بيبقى يومي تراكمي سعر الوثيقة حوالي 31 جنيه و34 قرش وقال عدد حضرك لازم تشتريه بيبقى 50 وثيقة العائد بتاعه في 2020 كان حوالي 11.5% وحضرك تقدر تتابع عداء السندوق ده عن طريق الموقع الرسمي للبنك او الكول سنتر او الفروا نيجي بعد كده لسندوق اصول في البنك التجاري الدولي وده سندوق نادي والعائد بتاعه يومي تراكمي سعر الوثيقة فيه 462 جنيه و71 قرش وقال عدد من الوثائق اللي حضرك هتشتريها حوالي 100 وثيقة والاداء بتاعه في 2020 عمل 11.2% وده بدون اي رسوم او عمولات وحضرك برضو تقدر تتابع الاداء بتاعه عن طريق الموقع الالكتروني للبنك او عن طريق الفروق وفيه صندوق اشراق من البنك الكويت الوطني وده صندوق نادي والعائد بتاعه يومي تراكمي سعر الوثيقة فيه 30 جنيه وقال عدد من الوثائق 500 وثيقة وعمل في 2020 12% وحضرتك تقدر تتابع الاداء بتاعه عن طريق الكول سنتر والفروق نيجي بعد كده الصندوق جومان في البنك العرب الافريقي وده العائد بتاعه يومي تراكمي وسعر الوثيقة فيه 323 جنيه و85 قرش واقل عدد من الوثائق 100 وثيقة والعائد بتاعه في 2020 كان حوالي 12.2% والصندوق ده بدون اي رسوم او عمولات وحضرتك تقدر تتابع اداء الصندوق عن طريق الكول سنتر او الفروق نيجي بعد كده الصندوق النقد السيولة من بنك سييد وده العائد عليه يومي تراكمي سعر الوثيقة 20 جنيه وفيه رسوم شراء للوثائق 10 جنيه العائد بتاعه في 2020 كان 13% وحضرتك تقدر تتابع الاداء بتاعه عن طريق الكول سنتر او الفروق نيجي بعد كده الصندوق المصري من البنك العقاري المصري العربي وده صندوق دخل ثابت سعر الوثيقة حوالي 231 جنيه والعائد عليه في 2020 كان حوالي 13% وده بدون اي رسوم او عمولات وعشان حضرتك تتابع اداء الصندوق بيبع عن طريق الكول سنتر او الفروق نيجي بعد كده الصندوق الدخل الثابت من بنك اسكندرية وده العائد بتاعه ربع سنوي وسعر الوثيقة فيه 30 جنيه وقال عدد من الوثائق اللي حضرتك لازم تشتريها 100 وثيقة العائد بتاعه في 2020 كان حوالي 14% وده بدون اي رسوم او عمولات وحضرتك برده تقدر تتابعه عن طريق الكول سنتر او الفرق نيجي الاخر صندوق واعلى صندوق وهو صندوق ثبات من البنك التجاري الدولي وده سعر الوثيقة التعته حوالي 340 جنيه و80 قرش وقال عدد من الوثائق لحضرتك لازم تشتريها 250 وثيقة وحضرتك برده تقدر تتابع عن طريق الموقع الرسمي للبنك او عن طريق الفروق كل السندية اللي كلامنا عنها النهاردة دي سندية منخفضة للمخاطر يعني مفيش منها اي قلق ولا خسارة محتملة انها هتحصل لحضرتك دي كانت حلقة النهاردة من المصرفي يارب اكونوا قدرت اتفادتكم بالمعلومات دي ووضح لكم طبيعة سندية الاستثمار ماشية ازاي وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس اشتركوا اشعارات الحلقات الجديدة ولو الحلقة عجبتكو تدوسوا لايك وتعملوا شير للحلقة عشان الناس تستفيد واشوفكم على خير